يخوض مرشحة قطر حمد الكواري وفرنسا زولاي الجولة الأخيرة من انتخابات مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بعد أن ودعت مرشحة مصر مشيرة خطاب السباق بالخسارة في جولة الإعادة مع مرشحة فرنسا بحصوله على 25 صوتا مقابل 31 للمواشحة الفرنسية وطالبت الخارجية المصرية من اليونسكو التحقيق بشكل عاجل فيما تم رصده من خروقات قالت إنها أثرت بشكل مباشر على نزاهة العملية الانتخابية